السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين يا رب العالمين دائما مع موسوعة العلوم الطبيعية دي زاد كما عودكم ديما بنماذج اختبارات والامتحانات لثلاثي الأول في العلوم الطبيعية والحياة لسنة أولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا اليوم أنا مع اختبار جديد في هذا الثلاثي راح نبدأ على بركة الله بدون إطالة الثماني الأول نقرأوا مع بعضنا ونجاوبوا على الأسئلة كالعادة يا لولاد قبل ما نبدأ فقط بتبخلونيش بابوني للقناة وزاموا كومنتار وبرتاج لأصدقائكم باشتعون الفائدة نبدأ يعرف النمو على أنه مجموع تغيرات الكمية التي تشمل تزايد حجم الكائن الحي ووزنه بشكل غير عكوس يعني هذا تعريف النمو قريته وهذا في مناطق محددة على مستوى أنسجة متخصصة وذلك بتدخل آليات محددة يعني بشيصان نمو راح يصير على مستوى أنسجة ولا أعضاء متخصصة في ذلك لغرض تعرف على آليات النمو والتجديد الخلوي عند الكائنات الحية نقترع عليك الوثيقة واحد الوثيقة واحد هي مخطط أمامكم المطلوب منها أكمل المخطط بملء الفراغات بما يناسبها واضح المخطط هو مخطط وظيفي درتوه مقبة في القيسم وليما داروش في القيسم يكون فاتع ليه ديجا في الاختبارات ولا في الفروض إذا نملؤ المخطط مع بعضنا البعض عندنا آليات النمو الجديدة الخلوي هنا عندنا عند النبات سوف يظهر أمامكم المخطط في الحل ونتناقشوا الحل مع بعضانا أحسن نعم عندنا عند النبات زيادة في عدد الخلايا وزيادة في أبعاد الخلايا لدي اللي زيادة في الطول وزيادة في العدد صحيحة عندنا المنطقة المرستيمية هي نسيج مارستيمي هي نسيج مارستيمي لدي اللي كلمة برا مارستيمي غالطة عندنا منطقة مرسيمية وش تدير يصير في المنطقة مرسيمية آلية الانقسام الخيض المتساوي ننتم الخطبي لأكد زيادة أبعاد الخلايا وين تزداد أبعاد الخلايا في منطقة الاستيطالة آلية التطاول مشات منطقة الاستيطそして يعرف لك وش يصير في منطقة الاستيطالة عندنا الكوت bacteria هذا عند الحيوان هي زيادة عدد الخلايا نسيج النسيج إنشائي ولا نسيج جذعي نسيج إنشائي ولا جذعي الآلية اللي يقوم بها هذا النسيج هي آلية الإنقسام الخيط المتساوي يتلاقوا الأسهم كامل تحت اللي في ثمانية اللي هي النمو والتجديد الخلوي النمو والتجديد الخلوي يعني هذه آلية النمو يكونوا أذكية يعني التحت حنديروا النمو والتجديد الخلوي خلاص واضح أمامكم المخطط نمو مواضح أحفظوه يا الولاد من الأحسن عندنا السؤال الثاني اللي رهوا أمامنا أنجز رسما تخطيطيا تفسيريا توضح من خلاله آلية تطاول خلايا عند النبات الأخضر الرسم تخطيطي هو رسم الفجوات سوف يظهر أمامكم في الصورة أنا كل شيء يجبت لكم واجت بش ما تقولوش أستاذتنا راهي ما هيش تفتبلنا في الإجابة ولا ما هيش تبريزنتي لنا في الإجابة لا كي ما عودتكم ديما كي نحلو راح نتناقشوا الحلو بعد يتباني الإجابة أمامكم عندنا في الرسمة عندنا في واحد فجوة صغيرة هويولة نوات يعني خالية صغيرة في اثنين أنا نشوفه بالفجوات بدأت تكبر في ثلاثان أنا نشوفه بالفجوة كبيرة مركزية يعني الفجوات هذو كامل ندامجه مع بعض وكي ندامجه الضغط على الغلف نووي مما أدى إلى الضغط على الجدران وتطاول الخلايا خلاص هذا أسبق أشرحته لكم نورمال مو في إحدى الفيديوهات السابقة خلاص واذ حيلوا للتمرين سهل بسيط قد تدي ثمان نقاط تتمرين بشكل سهل وتافه ثلاثة مما سبق وانطلاقا من مكتسباتي كالترجم الوثيقة واحد إلى نص علمي توضح فيه آلية النمو الجديد الخلوي عند الكائن الحي ندير آلية النمو الجديد الخلوي درناه ألف مرة هذا النص العلمي وسوف يظهر أمامكم في الشاشة ونقرأه مع بعض يحدث للكائن الحي للكائنات الحية تغيرات عديدة هامة أثناء نموها على مستوى مناطق محددة تدعى بمناطق النمو تتواجد بها أنسجة متخصصة خلاياها ثنائية الصيغة الصبغية تتميز بقدرتها على الإنقسام والتي تسمح بالتجديد المتواصل للأنسجة فما هي الآليات الخلوية التي تسمح بالنمو والتجديد الخلوي عند الكائن الحي درت مقدمة بسيطة شرحت له فيها يعني الخلايا اسمها بصفة مختصرة وبسيطة درت له آليات الخلوية التي تسمح بالنمو الجديد الخلوي عند الكائن الحي كإشكالية مطروحة في المقدمة في العرض وش درت له عند النبات في العرض رح نشرح له الإشكالية التي طرحتها فقط عند النبات تتواجد مناطق النمو طولي على مستوى نهايات الجذر والساق تدعى بالقمم النامية حيث تنقسم إلى منطقة مارستيمية يتم فيها زيادة عدد الخلايا المارستيمية عن طريق التكاثر بفضل الإنقسام الخيط المتساوي عرفت له المنطقة المارستيمية وش سرى فيها زيت له منطقة الاستطالة يتم فيها استطالة الخلايا التي تسمح بزيادة أبعادها بفضل الضغط الممارس على الجدران الوسطية للخلية الناتج عن امتصاص الماء أما عند الإنسان والحيوان فتشرف أنسجة متخصصة تدعى الخلايا الإنشائية على الانقسام والتجديد المتواصل للأنسجة شرحت له ثاني منطقة الاستطالة وعطيت له مثال على الإنسان يعني زيت له ورحت له للكوتي نتعى الإنسان لأنه وطلب منه عند الكائن الحي في الخاتمة يلولاد درت له خاتمة بسيطة تؤمن هذه الآليات نمو الكائن الحي كما تسمح بالتجديد المتواصل للأنسجة والثبات النسبي لعدد خلايا الكائن الحي راكم تشوفوا باللي كل شي راهو بسيط ومختصر الاستنتاج نحطوه في الخاتمة خاتمتكم بسيطة وصغيرة ومستنتجة خلاص هذا فيما يخص هذا التمرين ننتقل إلى التمرين آخر اللي هو التمرين الثاني تانا يعتبر الخل إحدى منكيهات الطعام الغنية بالفواكه كما نعرف الخل وكما نعرف فائدته إذ أنه يستعمل لأغراض طبية علاجية يتم إنتاجه طبيعيا اعتمادا على مبدأ آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في المغذيات إلى طاقة قابلة للاستعمال من طرف كائنات مجهرية راح نشوفوا كيف هي تصنع هذا الخل لنستعمله بزاق في الحياة اليومية التانا لتحديد هذه الآلية والتعرف عليها نقترح الدراسة التالية الجزء الأول يتم إنتاج الخل تفاح طبيعي لا فيناقر دو سيدغ انطلاقا من مستخلص عصير التفاح وفق مرحلتين حيث باش نخدم الخلتان راح نمروا لمرحلتين المرحلة الأولى يوضع عصير التفاح في وسط مغلق يعني مكانش تهوية لمدة 6 أيام في المرحلة الثانية ينقل بعدها الناتج إلى وسط مفتوح ويترك لمدة أسبوعين 14 يوم وهكذا يتم في الأخير يتحول في الأخير عفوا لخل التفاح هذا مقدمة عند مرحلتين لازم يفوت عليهم باش يرجع خل عصير التفاح لازم يفوت على مرحلتين باش يرجع لنا خل نتيجة المرحلتين واحد واثنان موضحة في الشكلين ألف وباعة للتوالي علما أن الكمية الأولية من العصير هي مئة غرام راح نقرأ مع بعضانا راح نشوف الشكل الأول والشكل البا مع بعضانا قبل هذا نقرأ بسؤال الأول باستغلالك لمعطيات الوثيقة واحد ومكتسباتك بيّن الظواهر الحيوية التي حدثت لعصير التفاح خلال المرحلتين واحد واثنان راح نشوفو الشكل ألف وشكل البا وشي مثلو ونشرحوه مع بعضانا ومبعد ما دمجنا استغلال الوثائق راح نعطيه استغلال الشكل ألف واستغلال الشكل البا راح يكون اسم ما نعطيكم الإجابات نموذاجية باش تلميذ هكا يعرفي واش غلطو يعرفي الديتايل لنوما مفوتهم راح نشرحو مع بعضانا الشكل ألف قبل ما نمدوا الاستغلال تاو الشكل ألف وش عندنا عندنا في السكريات البسيطة شوفو اللي باللون الرمادي هو مكونات عصير تفحت يعني العصير نورمال واللي بالشفاف اللي هو بعد المرحلة الأولى خلاص أنا شوف باللي كمية السكريات عالية جدا قبل المرحلة الأولى بعد المرحلة الأولى كمية السكريات منخفضة عندنا بالنسبة للبروتينات والليبيتات منخفضة في كلتا المرحلتين عندنا بالنسبة للإيثانول راح نشوفو باللي مرتفعة بعد المرحلة الأولى فقط يعني قبل المرحلة الأولى مكانش عندنا الإيثانول خل تفاح منعد في كلتا قبلها وبعدها خلاص الشكل البار أن نشوف بعض المكونات البسيطة كيكملنا المرحلة الثنين بعض المكونات البسيطة كيكملنا المرحلة الثنين لدينا السكريات البسيطة 0.7 البروتينات 0.1 الليبيدات 0.1 والإيثانول 0 وحيم ذلخل 5 يعني فقط نتائج كمية فقط نمروا للاستغلال الاستغلال تعنا رحنا يظهر أمامكم استغلال شكل ألف من الوثيقة الأولى نقرأوا مع بعضانا الاستغلال هو إعادة قراءة الوثيقة ركزوا لي لولاد في هذه كي يقولك استغل الوثيقة يعني ماذا تلاحظ في الوثيقة راني نكرر ونعاود في السؤال ماذا تلاحظ في الوثيقة هذا تلميذ كي يعد ما عنده احتم علومة يقدر يجاوب على الاستغلال يديع الأقل نصف العلامة خلاص استغلال شكل ألف من الوثيقة الأولى نلاحظ وجود كمية كبيرة من السكرية البسيطة تصل إلى 11 غرام من كل 100 غرام ضمن مكونات العصير التازج مقارنة مع كميتها في هذا العصير بعد المرحلة واحد حيث لا تتعدى هناك 0.3 غرام من كل 100 غرام قبل هذا أنا أريد أن تكون فقط تحليل قبل هذا كامل لازم ندير تعريف للوثيقة الوثيقة تمثل أعمدة بيانية أعمدة بيانية ونذكروا العنوان تحا أعمدة بيانية تمثل كمية كمية بعض مكونات عصير التفاح قبل وبعد المرحلة الأولى إذن نلاحظ وجود كمية كبيرة من السكرية كما كنت نشرح لكم أن السكرية هي عالية قبل في عصير التازج بعد المرحلة الأولى نخفضت نسبة السكرية من جهات الأخرى نلاحظ وجود كمية قليلة من الليبيدات والبروتينات في كلا العصيرين إسماني نقرأ برك وجود كمية من الإثانول ضمن مكونات العصير بعد إتمام المرحلة الأولى مقدرة بحوالي 3.2 غرام من كل 100 غرام في حين غياب الإثانول ضمن مكونات العصير التازج واضحة غياب إن عدم حمض الخل في كلا العصيرين خلص يعني قلت باللي حمض الخل ما كانش في كلا العصيرين عاود تقريت الوثيقة فقط يعني قلت وش فيها وش ما فيهاش نديرو استنتاج مع بعض الوثيقة الاستنتاج هو إنه ظهور الإثانول بعد المرحلة الأولى نقدر نديرو كاستنتاج لأنه هنا يومش كاية صلت لنا الضوء على الإثانول قلت يعني ما كانش فيه عصير التازج وبنتج لنا بعد المرحلة الأولى إذن الاستنتاج نقدر نقوله الإثانول ظهور الإثانول بعد إتمام المرحلة الأولى خلص نفوتوا استغلال شكل با نفس الشي نعود ونقرأ في شكاية في الوثيقة سوف تظهر أمامكم نقرأها مع بعضنا نلاحظ وجود كمية معتبرة من حمز الخل مقدرة بخمسة غرام من كل مئة غرام في حين نميز وجود كمية قليلة جدا من السكريات البسيطة المقدرة بـ 0.7 غرام وجود كمية قليلة من لبيدات الويلة البروتينات 0.1 غرام مع إنعدام تام في كمية الإثانول وجدناها هنا هنا عطينا تحليل الوثيقة يعني عودنا قرأينا الوثيقة وشفيها درنا حمز الخل سلطنا الضوء أولا على حمز الخل لأنه حمز الخل نشوفه بكمياتها وراه هي عالية بزاف هنا في الجدول وبالتالي ذكرته هو اللويل في التحليل مشي شرط تذكره هو اللويل ولا هو الأخير أنا فقط بغيت نسلط عليه الضوء بشنا عرفوا الاستنتاج انتعنا على وش نديروه اللي هنا الاستنتاج وش نديروه الاستنتاج هي إنعدام الإثانول بعد إتمام المرحلة الثنين وظهور حمز الخل خلاص يعني قلنا بليل إيثانول هذك اللي ظهر لنا في المرحلة الأولى خلاص صراح نتج في بلاستو حمز الخل ظهر في بلاستو عفوا حمز الخل هذا ما كان لازم يكون تحليل الاستنتاج تحليل الاستنتاج خلاص هو وش طلب مننا ما زلنا ما جاوبناش على السؤال يا لولاد هم بزاف تلميذ بزاف تلميذ عفوان يتحو في هذ الأخطاء تعا أنهم يديروا استغلال وقلتك أسيبو أنا جاوبتها السؤال خاطئك ما زلت ما جاوبتش على السؤال أقدرت له استغل فقط أقدرت له الاستغلال فقط واش قال لك قال لك بين الظاهر الحيوية الظواهر الحيوية التي حدثت لعصير التفح ما جاوبت لهش على السؤال هذا رح نبينوهم مع بعض لهو التركيب نديروه في التركيب ولا في الربط كيف كيف أنا كتبتوك عنوان عاوضوك يظهر أمامكم في شاشة تابين الظاهرة الحيوية التي حدثت في عصير التفاح خلال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية رح تشرح له وش صرى رح تشرح له وش صرى في المرحلة الأولى ضمن عصير التفاح حدثت ظاهرة التخمر الكحولي وهذا راجع لوضعه في وسط لاهوائي مما جعل الكائنات المجهرية فيه تقوم بالهدم الجزئي للسكريات البسيطة مثل الغلوكوز وهو ما يفسر تناقصها بحيث نتج الطاقة ضئيلة مع مادة عضوية لهي كحول الإيثانون مع طرح غاز سناي أكسيد كاربون وحرارة وش قلت له هنا قلت بلي عصير تفاح حطيناه في وسط لاهوائي يخيح نقرينا أنه أي بكسيرية تتحط في وسط لاهوائي رح تدي لها ظاهرة التخمر الكائنات المجهرية هذو اللي فيه داروا ظاهرة التخمر وهي هدم جزئي للسكريات مع انتاج طاقة ضئيلة وكحول الإيثانون وطرح غاز سناي أكسيد كاربون زائد حرارة دائما يخيقون نتكون شرحت له فقط وشكين في المرحلة الأولى المرحلة الثانية نقروها مع بعض ضمن عصير التفاح حدثت ظاهرة التنفس وهذا راجع لوضعه في وسط هوائي به الأكسيجين ما جعل الكائنات المجهرية فيه تقوم بالهدم الكلي للسكريات للسكريات البسيطة الغلوكوز وهو ما يفسر تناقصها كثيرا بحيث نتج الطاقة كبيرة إضافة إلى طرح غاز ثاني أكسيد الكاربون وحرار وش قلنا لهنا في عصير في المرحلة الثانية وش سرى لهنا عصير تفاح بعد إتمام المرحلة الثانية أنا نلاحظه بالإصرات عملية التنفس لهنا إصرات عملية التنفس هذا لماذا لأن نحطينا في وسط هوائي خي قلنا في المرحلة الثانية وسط هوائي وليس لهواي وش دالهنا استهلك أكسيجين بكمية كبيرة وكلنا السكريات اللي هما السكريات البسيطة استهلكهم بكمية كبيرة ما أدى إلى ظهور طاقة كبيرة وطرح غاز ثناي أكسيد الكاربون الثاني اللي هنا نقدر تلميذ اللي يذكر لحمض الخل والإيثانول نعم تعتبر إجابته صحيحة يعني أنا أعطيتكم صفة عامة فقط وشيكم نروح للسؤال الثاني حدد المشكل العلمي الذي تطرحه نتائج المرحلة الثنين المشكل العلمي اللي هو لازم يكون عبارة على سؤال دائما لما يدروش سؤال فإن إجابته تعتبر غير مقبولة المشكل العلمي اللي هنا إعلاها اختفلنا الإيثانول وظهر لنا مكون جديد اللي هو حمض الخل في المرحلة الثنين هذا هو المشكل العلمي ذركحنا باش نقدرون نطرحه هنا يا وين راح الإيثانول هذا وكيف حتى نتحول حمض الخل خلاص سوف يظهر أمامكم المشكل العلمي كيف تفسر اختفاء الإيثانول وظهور حمض الخل ضمن عصر التفاح خلال المرحلة الثنين هذا مشكل العلمي نقدرون نطرحه في هذا السؤال ونحن نشوفوا مع بعضنا كيفه وين راح الإيثانول وكيفه رجع حمض الخل في الجزء الثريب عبر لتحديد مصر هذه الظواهر الحيوية خلال مرحلتين إنتاج خلط تفاح والإجابة على المشكل العلمي إليك الدراسة التالية تم قياس تطور كمية بعض مكونات عصر التفاح في وجود خميرة من نوع ساكروميس سيريفيسيا خميرة الخبز النتائج موضحة في الشكل ألف من الوثيقة إثنان راح نشوفو كيفه تطورت كمية عصر التفاح في وجود النوحة ذات الخاميرة اثنين نأخذ عينة من عصر التفاح في المرحلة إثنان من تجارب الجزء الأول ونلاحظها تحت المجهر الضوئي يعني نديه الطرف من هذا كتب التجربة الأولى شوفوه تحت المجهر الضوئي النتائج موضحة في الشكل البه من الوثيقة إثنان يبين التحول الذي يتم تحت تأثير بكتيريا باكتيريوم آسيتي خلاص هنشوفو مع بعضانا الوثيقة في شكل أثنان شكل ألف راح نشوفو التطور في وجود هذيك البكتيريا تح خميرة الخبز هذيك الخميرة تح خميرة الخبز وش راح نلاحظو شوفو حتى الزمن نراه بالدقائق حتى هذه سبع دقائق ماكسيموم راح نشوفو بلي البكتيريا هذيك استهلكت الأكسيجين هذك اللي كان متبقي يخي قلنا درنا في وسط لها يعني بقى زغبة أكسيجين لداخل كلاتو استهلكاتو وطرحت لنا غاز سي أوثنين يعني اللي هنا وش نقدر نقولور أنا في مرحلة التنفس علاه التنفس لأن وجود الأكسيجين في خلاص الكمية الأكسيجين أنا نشوفو بالخميرة هذيك رجعت تطرح لنا كوحول إيثيلي هذا كوحول إيثيلي رمز دعو واستمرت في طرح غاز سي أوثنين هذا الدليل علواج رجعت تطرح لنا كوحول إيثيلي لأنه خرص لها الأكسيجين إذن من ظاهرة التنفس رجعت تدي لنا ظاهرة التخمر ما كانش الأكسيجين رجعت تنتج لنا كوحول إيثيلي لأنه كوحول إيثيلي منتجه فقط في التخمر خلاص في الشكل البار أنا نشوفو هذيك البكتيريا اللي كانين في عصير التفاح بعد المرحلة الأولى يعني في هذة البكتيريا تابكتيريوم أسوتي أعطنا لتحت معلومة لها الشكل جيم لدينا الإيثانول في وجود الأكسيجين وفي وجود هذا البكتيريا راهو مكتبها لكش فقط وش راح يصرى؟ نكرر قلنا في وجود هذا البكتيريا وش صرى لنا؟ أعطنا حمض الخل أنا نشوفو العلاق خلاص باستغلالك لأشكال وثيقة اثنان حدد مصدر الظواهر الحيوية الملاحظة في المرحلتين واحد واثنان لإنتاج الخل التفاح مجيبا على المشكل العلمي المطروح راح نستغل الوثائق مع بعضنا دائما كما موالفين راح يظهر الاستغلال أمامكم نقرأ وح له بأي حدد قراءة الوثيقة فقط إذن استغلال شكل أليف من الوثيقة اثنان قبل ما نروح نقرأ استغلال نعود نرجع العنوان تع الوثيقة لازم نذكره العنوان تع الوثيقة أنا هنايا ما ذكرتوش بس لازم نذكره العنوان تع شكل أليف لهو تغير كمية الأكسيجين والسي أو ثنين والإيثانول بدلالة الزمن بالدقائق حيث نلاحظ عند الزمن سفر دقيقة يكون تركيز الأكسيجين في الوسط 20 ميلي جرام على الليتر أما تركيز ثاني أكسيد الكربون فكان منخفضا أقل من 5 ميلي جرام في حين يكون تركيز الإيثانول منعدما في الوسط أو تقريط له شكاين فقط ثم مع مرور الزمن نسجل تناقص تدريجي في تركيز الأكسيجين حتى ينعدم عند الزمن ثماني دقائق يقابله تزايد تدريجي في تركيز ثاني أكسيد الكربون حتى يبلغ 25 ميلي جرام على الليتر عند الزمن 13 دقيقة أما بالنسبة للإيثانول فيبقى تركيزه منعدما في الوسط إلى غاية الدقيقة 7 تقريبا قرأت له فقط من الزمن 7 دقائق ظهور تركيز الإيثانول وتزايد نسباته بالصفة تدريجية حتى وصلت ل 15 ميلي جرام على الليتر عند الزمن 13 دقيقة واضحة عاودت قرأت له الواثقة قلت له وش كعين ماذا ألاحظ فقط ما درت له حتى حاجة زايدة عاودت قرأت له وش مد لي الاستنتاج اللي نذكره اللي هنا قامت الخاميرا بظاهرتين ظاهرة التنفس يوجد الأكسيجين من 0 إلى 7 دقائق والتخمل الكحولي بعد إنعدام الأكسيجين في الوسط أي بعد مرور 7 دقائق بالنسبة للتلاميذ اللي يتساءلوا أسكيل نورمان نحطوا له الزمن في الاستنتاج نعم هي طريقة جد بسيطة تقدر تحطها تقدر ما تحط خلاص نروحوا الاستغلال شكل با عند الملاحظة المجهارية اللي يعينها من عصير التفاح في المرحلة 2 نلاحظ وجود بكتيريا من النوع باكتيريوم أسوتي فيه حيث تقوم هذه البكتيريا بتحويل الكحول إلى حمض الخل باستهلاك الأكسيجين إذن نعود كان بزاف سلاميذ يقولوا لأستاذة هذه عبارة على صورة نحللوا الصورة نعم الصورة وتستغلها مع ذلك شكك باش تتفرج فيها لازم تستغلها الاستنتاج هنا وش نقدر نقوله يعني في وجود الأكسيجين تقوم البكتيريا بتحويل كحول إيثيلي إلى حمض الخل خلاص التلاميذ اللي يديرولي شكل جيم تحليل شكل جيم نعم أكيد صحيح لماذا الشكل جيم ديروا تحليل بسيط يعني ولا تدخلوا مع شكل با يعني نورمال تقدر تدخلوا مع شكل با أنا الهناية قريبا دخلتوا مع شكل با شكل جيم مش تقدر تقول هي في وجود الأكسيجين يتحول الإيثانول إلى حمض الخل خلاص يعني هي تجربوها بسيطة فقط خلاص يا لولاد استغلناها دوركا مصدر الظواهر الحيوية الملاحظة في المرحلة وشي هو المصدر وشي هو المصدر ما جاوبناش ساحيتو ما جاوبناش راح نجاوبو هذا اخي قلنا راح نجاوبو عليها كيفا نجاوبو عليها في التركيب ولا في الربط حيث سبقوا قلنا في فيديوهات سابقة انه لازم كيكونوا عندنا بزاف وثائق نديروا التركيب ولا نديروا الربط ليهو عبارة على استخلاص عام او تقدروا ديروا مشكل علمي صغير تشرحوا فيه باش تجاوب على المشكل العلمي المطروح خلاص تقريبا كيكون شوفوا كيكون عندنا مشكل علمي قطرة مطروح في الجزء الاول انا نفضل للربط منتع الجزء الثاني يكون عبارة على نص علمي صغير كيكون فرضية انا نقولهم الاحسن ديروا عبارة على نقاط فقط تشرحوا فيه يعني هذي بالنسبة للتلاميذ اللي بغوا يتفوقوا بنقاط كبيرة في العلوم الطبيعية اذا انا درت لهنا التركيب على اجابة على المشكل العلمي درته على نص علمي صغير شرحت له فيه هذي النقطة كاملة رح يظهر امامكم ورح نقراوه مع بعض عند وضع خلط تفاح خلال المرحلة واحد في وسط لا هوائي تقوم الخامير ضمنه اولا باستهلاك الاوسيجين المتبقي في الوسط بظاهرة التنفس المتمثلة في الهدم لمادة الايث ثم بعد انتهاء الاكسيجين نظرا لكون الوسط مغلقا تشرع في القيام بظاهرة التخمر الكحولي اي الهدم الجزئي لمادة الايث الذي ينتج عنه كحول الايثانون الذي لوحظ في المرحلة واحد شرحت له واشترى في المرحلة الاولى اما في المرحلة اثنان وعند نقل هذا المستخلص لوسط هوائي قامت هناك البكتيريا بعملية تحويل الايثانون الى حمض الخل انطلاقا من استهلاكها للاكسيجين المتوفر في الوسط كمتفاعل ضمن هذا التحول وهذا ما يفسر ظهور وانتاج حمض الخل في المرحلة اثنان بالموازات مع اختفاء الايثانون في الوسط اذا واشدرت له هنا عاود تشرحت له واشصرى كامل هذه هي الاجابة لسؤال العلمي المطروح نحاوده نشرحه له كل شي واشصرى اذا هذا فيما يخص هذا التمرين او لا هذا النموذج من الاختبارات نتمنى انو نكون فتكم ما تبخلونيش بمشاركة في القناة مع تفعيل الجرس زائد كومنتار وجام وبرتاج الفيديو باش يستفادوا تلاميذ باذن الله مع اللي غير نقولكم الى اللقاء في فيديوهات قادمة باذن الله